السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حلقة جديدة والنهاردة هنتكلم عن الألفاظ العامية اللي موجودة في لغتنا المصرية هل الألفاظ العامية هل لها أصول في لغتنا الفصيحة هل الكلام اللي احنا منقوله في حياتنا اليومية له جزور وأصول في اللغة العربية هناخد النهاردة حرف الألف كمثال ونتكلم عن بعض الكلمات اللي بتبتدي في حرف الألف من حياتنا اليومية والكلمات دي لها أصول في لغتنا العربية هنبدأ بكلمة أب أب احنا منقول فلان غطس وأب ظهر يعني أو منقول ان هو أب يعني بقى نشيط يعني بقى عغاني مثلا هل أب لغة عربية طبعا أب لغة عربية صحيحة وأب على الأعداء يعني حمل عليهم هاجم يعني أو أب يعني اشتاق فكلمة أب لغة عربية فصيحة عندنا الكلمة اللي بعد كده كلمة أبد أو تأبيدة احنا منقول ان فلان حكم عليه تأبيدة تأبيدة يعني فترة طويلة من الزمن وهي لغة عربية صحيحة أيضا من تأبد الشيء يعني بقى أبدا طويلة الكلمة اللي عندنا بعد كده كلمة الإبريزة اللي هي بتختصر لكلمة بريزة وهي كانت عملة قديمة موجودة في مصر يعني من فترة ريبة كده وكلمة الإبريز بتعني الذهب ويبدو ان هي يعني ايه كان أول ما ضرب هذا النوع من العملات كان من الذهب هيام العزي يعني عندنا بعد كده كلمة أبها أبها بتستخدم في العمية المصرية والأبها يعني العظمة والجاه وكده وهي لغة عربية برضو فصيحة منقول أباهة السلطان يعني العظمة أو أرواء المظهر يام احنا بنقول كلمة كمان أتاوى أنا عايز مكان أتاوى فيه قصد يعني ألجأ له وكلمة أتاوى أصلها آوى آوى إلى الشيء يعني نزل ولجأ إليه يبقى برضو أتاوى أو آوى كلمة صحيح عندنا بعد كده اتكى على الشيء أو اتكى من برضو بتسييل الهمزة يعني ضغط عليه وهي لغة عربية صحيحة كنا بنقول فاتكى على العصى أي اعتمد عليه أج أو أحيانا بتطاق كلمة أج بالواو فنقول وج نقول عقلي وج أو مخي وج يعني اضطرب أو اشتعل وهي أجة النار وهي لغة عربية صحيح الكلمة اللي عندنا بعد كده احنا منقول إن يا سلام دي فلانة دي أروبة قصد يعني إنها زكية أوي والأربة أو القربة اللي هو العقل والأريب هو ده الذكاء والفطنة والدهاء فالكلمة أيضا صحيحة عندنا كلمة نقوله فلانة ده قص الفساد يعني أصله والقص هو الأساس وهي لغة عربية فصيح عندنا برضو من الكلمات اللي ممكن إحنا منقولها في حياتنا برضو كلمة ألنت مسافر ألنت دي أل أصلها هل وهي لغة أيضا ولهجة في كلامنا عندنا كلمة منقولها برضو ده فلان ده آخر ألاجة أو لابس ألاجة بالجيم اللي هي القاهرية اللي هي يعني الجيم الغير معطاشة يعني والألاجة ده نوع أصلا من القماش المنسوج وكان بيستخدم يعني أيام العصر العثماني كده وكان يعني من الوجاهة بأن الناس اللي كانت بتلبس هذا النوع من الملابس كانوا بيقولوا إيه لابس ألاجة كنوع من أنواع اللي هي الوجاهة يعني بنقول كمان فلان ألب علي أو قلبه علي والألبة يعني نقوله ألب يعني حرد عندنا الكلمة اللي بعد كده كمان كلمة ألس نقوله فلان ألس على فلان يعني استهزأ بي أو خلط كلامه بنوع من أنواع اللي هي الاستهزاء والأصل ألسه ألسا يعني غشه أو سرقه يبقى الكلمة لغة عربية فصيحة إن شاء الله دي حتبقى بداية إحنا بدأنا النهاردة بحرف الألف بعد كده الحروف ياريت تدعمونا باللايك والسابسكرايب والشير وعشان نستمر معكم بتقديم الجديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر